موسيقى يعتبر التشيرليدينج من الرياضات الرسمية بالولايات المتحدة الأمريكية بس في عدة بلدين تانية أخذت الفكرة عنهم شركة التكنولوجيا بالصين تستخدم نساء بتعرف عنهم كبروغرامينج تشيرليدرز بيساعدوا بإعطاء المعنويات لرجال العاملين يلي عندهم مشاكل بالاندماج والوظيفة تقتضي بشراء الترويئة للمبرمجين التحدث معهم ولعب البينجبونج كوريا شمالية عندها فرقة بتضم 229 مشجعة تم اختيارهم بعناية على أساس الطول والوزن والشكل بيشتغلوا بدون معاش ومهددين بالحبس بحال طلعوا برات الزيح بكنون الأول 2018 حطم 2100 وشخصين بالصين الرقم الإياس العالمي لأكبر تشجيع وكان أصغر المشاركين بعمر خمس سنوات والأكبر بعمر 68 سنة مين قال إنو تشيرليدنج بحلب المرتبة التانية بعد الأمريكين فوتبول كأخطر رياضة مدرسية وجامعية أنا آل شوفكم بكرة